اشتركوا في القناة الادارية بما يجعلها تواكب التطورات العالمية في مجال التنظيم الرياضي وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تعتز الاسرة الرياضية بالدعم اللامحدود الذي يقدمه حظرة صاحب الجلالة الملك المفدى للقطاع الرياضي والذي حقق في عهد جلالته انجازات كثيرة ورائدة على المستوى الاقليمي والقاري والعالمي بالاضافة الى تحقيقه نقلة نوعية واضحة في تنظيم هذا القطاع من الناحية الادارية والفنية والقانونية والتشريعية الامر الذي فتح المجال امام الرياضة البحرينية لتواكب التحديثات العالمية في مجال التنظيم الاداري والفني للرياضة وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان له الاثر الكبير في انشاء الهيئة العامة للرياضة الامر الذي يؤكد اهتمام السموه بدعم القطاع الرياضي وتحقيق كافة مفردات التطور والنماء اليه وتنظيمه بصورة مثالية تتواكبه مع التطورات العالمية في المجال الرياضي وابين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة اهمية الهيئة العامة للرياضة والتي ستحقق المزيد من التنظيم الاداري والقانوني للرياضة البحرينية وقال سموه ان انشاء الهيئة العامة للرياضة سيساهم في تنظيم القطاع الرياضي بصورة اكبر من خلال إشهار الأندية والهيئات الرياضية وتنفيذ الخطط والمشروعات التي ترتقي بالقطاع الرياضي وتنظيم الفعاليات الرياضية تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة وتحقيق الرقابة الإدارية والمالية على الهيئات الرياضية المختلفة الأمر الذي يسهم في سهولة وتبسيط العمل الرياضي ومنع الازدواجية في العمل واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمل الخليفة تصريحه بالقول إن الهيئة العامة للرياضة تدعم توجهات مملكة البحرين تكون عاصمة الشباب والرياضة وستعمل الهيئة العامة للرياضة للوصول إلى هذا الهدف عبر التنظيم المتميز للقطاع الرياضي في المملكة